الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى أليه وصحبه الجمعين نعم قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل أسئلة خمسة نعم السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ حق الله سبحانه وتعالى على العبيد خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد والله لا يقبل الله سبحانه وتعالى لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي عبادة إلا بالتوحيد و لا يدخل جنة إلا موحد ثم قد يسألك بعض الناس يقول لك هل أنت موحد؟ تقول نعم أنا موحد يقول لك ما هذا التوحيد يysłول السيحة إذا كنت لا تعرف الناس إن هذا التوحيد متحفظ ثم قد يستخدم هذا المشاكل أحصول لهذا فاليسي لا يمكنك الإسدارة فاليسي لا يصحيص بالنسبة لهذا فاليسر تكلفل بوابعما في السبwear ثم قد يسألك هل أنت موحد ثم قد يسألك يسألك تلك البس يقول أعوذ بالله أنا لست موحد ثم قد يسألك بلا انجت من أسفل يحو الأول من نفسه ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك إذا كنت تعرفه الحمد لله وإذا كنت لا تعرفه نقول لعلك واقع في الشركة الأكبر أنت لا تدري عنه إذن أوجب الواجبات وأول واجبات هو التوحيد أعظم المحرمات الشرك نستعرع في السلام والله أعلم الشركة التي تتبه هناك هو التى صفايا شكرا المقصة